موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة وخاصة من برنامج بلا قيود فيما لا تزال كل من سوريا وليبيا واليمن تعاني حروبا طاحنة قتلت الالاف وشردت الملايين وهدمت البناء التحتية للبلاد تبقى تونس ومصر الوحيدتين من دول الربيع العربي التين غلب فيهما لاستقرار الفوضى وخطط كل منهما بضع خطوات نحو التحول السياسي والحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها من الانهيار هذا في رأي البعض لكن في المقابل ثمت من يرى الصورة بشكل مختلف او لا يرى في الكوب نصفا ممتلئا ينظر إليه فاستمرار الحروب في سوريا وليبيا واليمن دليل على أن الثورة لم تجهد بعد والثوار مازالوا عاضين عليها بالنواجذ في مواجهة إجرام أنظمة لا ترى ضيرا في قتل نصف الشعب وتشريد نصفه الآخر لتبقى حاكمة البلاد حتى بعد خراب تلها أما في تونس ومصر فقد نجحت الأنظمة القديمة في تصور أصحاب هذا الرأي في امتصاص الصدمة الأولى والالتفاف على مطالب الثوار وبرعت تلك الأنظمة وأذرعها في فصل الثوار وحشر الكتلة الصلبة الكبرى منهم في الزاوية حتى أجهزت عليها وتمكنت بدهاء الثعالب من إعادة إنتاج نفسها وبالتالي إعادة كل الأمور في البلدين مرة أخرى تحت السيطرة فأي الفريقين أصاب الحقيقة وكيف يبدو الواقع السياسي في كل من مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن وغيرها وأيهما أولى خلال تلك المرحلة الثورة والتمسك بأهدافها والسعي لتحقيق تلك الأهداف أم الدولة ومؤسساتها وما مفهوم الدولة الواجب الحفاظ عليها وهل الثورة والدولة ضدان لا يجتمعان أو أن المفهومين صنوان لا يكتمل بناء أحدهما إلا باكتمال الآخر أسئلة أطرحها على ضيفي الذي أشرف بإجراء هذا الحوار معه الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية السابق مرحبا بك سيادة الرئيس سهلا مرحبا لو بدأنا حوارنا واسمح لي أن يكون هذا الحوار أقرب إلى المنظرة بعض الشيء لأتحدث بلسان الأنظمة الحالية وأسمع رد حضرتك على ما يطرحون وما يسوقون ويروجون لو بدأنا بتونس تحديدا اللافت أنه بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفوز الرئيس التونسي الحالي البجي قائد السبسي لم تعود هناك الاحتجاجات الكبرى على إدارة النظام الجديد للدولة اللهم إلا المظاهرة التي خرجت ضد قانون المصالحة الاقتصادية اللهم إلا بعض الاحتجاجات الفئوية كإضراب المعلمين مثلا لكنها ليست بالحجم الذي ينبي بأن هناك ثورة مستمرة هل يعني ذلك في رأيك أن تونس نجحت في التحول الديمقراطي والآن نحن في مرحلة الاستقرار وقطاب ثمار الثورة أو أن الأمر مغير؟ شوف أهم شيء بالنسبة لنا في تلك الفترة الانتقالية التي تشرفت فيها بحكم تونس هو أن هذه الفترة تأتي بالتوافق الوطني أن نكتب دستورا توافقيا أن نقيم انتخابات حرة ونزيهة تعيد الشعب سيادته وأن ينطلق الاستقرار الذي ننشده الكل حتى يأتي الاستثمار والازدهار هذه هي كانت فلسفتنا لتحقيق أهدف الثورة الثورة في آخر المطاف قامت لمطالب اقتصادية واجتماعية الثورة لم تقوم لمطالب إيديولوجية لم ترفع الشعارات الإسلامية أو الشعارات الشوعية أو الشراعات القومية رفعت فقط المطالب الاجتماعية يعني هذا هو كان وإلى حد ما يمكن القول أننا نجحنا في ذلك بحيث أن الانتخابات صارت صار فيها إخلالات كثيرة لكن بالنسبة لي المهم هو أنها تنتج نظاما مستقرا وأنا حرصت على أن نحفظ هذا الاستقرار بكل الوسائل الآن هذه الحكومة الموجودة مبدئيا عندها خمس سنوات للعمل ولتحقيق الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها الثورة التي هي العدالة الاجتماعية محاربة الفساد يعني إطلاق العجلة الاقتصادية من التوقف نحن نريد لهذه الحكومة أن تنجح نريد لها أن تنجح لأن في نجاحها نجاح التونس وبالتالي نحن ونسنا لم نكن في موضع يعني المعارضة العدمية العباثية التي وجهنا بها نحن لما كنا في السلطة يعني الترويكا الحاكمة وجهت بمظاهرات وكثير منها كانت مظاهرات مصطنعة يعني كانت من فعل الثورة المضادة لكن إحنا الآن في هذا الظرف نعتبر أنه استقرار بلدنا أهم من كل شيء وأعطينا الوقت الكافي طيلة سنة لهذه الحكومة لكي يعني تأتي بما وعدت به الناس وسنراه يعني في آخر المطاف هي اللعبة الديمقراطية أنه إحنا نسحبنا بعد ما حاكم الصندوق هؤلاء الناس لهم خمس سنوات بعد خمس سنوات أو أقل أربع سنوات سيعودون إلى الصندوق والشعب سيحكم على ما قدمه يعني إحنا الآن دخلنا في اللعبة الديمقراطية الحقيقية ودورنا الآن هو التثبت من هذه اللعبة ستلعب ستواصل لن نعود للاستبداد لن يقع الاستحواذ على إرادة الشعب هذا ما نتمنى كيف تطمئنون إلى عدم عودة الاستبداد والله إحنا حريصين دائما وابدا على الوقوف ضد أي مظاهر عودة هذه الاستبداد هو الاستبداد يعني بطبيعته موجود في كل البشر في كل الأنظمة يعني إذا لم تكن هناك قوى موازنة أو قوى مضادة فإنه يعود بسرعة نحن نعود على وعي الشعب نعود على وعي نخبة المثقفة نعود أيضا على إدراك هؤلاء الذين يحكمون أنهم إذا عادوا مثل ما أقول إذا عادت الأفعى عدنا لها بالنعال يعني نحن لن نسكت على عودة الاستبداد وبالتالي سيكون من الصعب أن يعود الاستبداد كما كان عليه من قبل لكن أن يعود بكيفية أو بأخرى عبر الفساد فهذا شيء متوقع نحن يعني له بالمرصاد نعم كان لحضرتك تويتا أو تغريبة بعد المظاهرات التي خرجت ضد المصالح الاقتصادية التي اقترحها الرئيس البشر قائد السيبسي وقلت برافو تونس لماذا؟ أولا لأنه يعني أصبح لنا الحق في التظاهر يعني الحكومة حاولت أن تقف ضد هذا الحق لكن ذكرناها بنوع من أنه حازم أنه هذا حق من حقوق التونسيين وتراجعت وبالتالي أظهرت شيء من الحكمة أنه خلاص يعني من تلك الأنظمة الاستبدادية التي تمنع التظاهر بحجة الأمن ويعني الحكومة أظهرت حدا أدنى من التعقل وإلا كانت تصير مصالحا أيضا لأنه الشباب خرج ليفضح قانون نحن ضدها بكل وضوح لأنه كلمة المصالحة ليست مصالحة غير حقيقية يعني هو القضية هي تبيض الفساد إن صح التعبير والثورة قامت ضد هذا الفساد ونحن ضدها خاصة وأن هناك آلية دستورية التي هي العدالة الانتقالية والعدالة الانتقالية هي التي يجب أن تقوم بهذا يعني بهذا الدور وأيضا قلنا برافو للأمن لأنه الأمن كان بإمكانه يعني أن يقمع هذه المظاهرة ولكنه لم يفعل شيء بدأت عقلية جديدة في الأمن أنه أمن لحماية الحقوق وليس لمنع ممارستها نعم الملفات كثيرة فننتقل إلى ملف آخر وإلى الجارة ليبيا نعم كيف تنظرون إلى ما يجري في ليبيا بالنسبة لنا ليبيا لم تكن أبدا يعني قضية قضية خارجية هي قضية داخلية لأنه إحنا فيه تواصل ما بين الشعبين إحنا عندنا مليونين ليبي موجودين في تونس يعني إحنا دائما ليبيا هي الحديقة الخلفية لتونس وتونس هي الحديقة الخلفية لليبيا نحن شعب واحد وبالتالي فعشنا مأساة ليبيا كما لو كانت عشناها نحن يعني في الآن يعني أنا أتابع الوضع بدقة وأتمنى أنه سنخرج أخيرا من هذا النفق وأنه ستكون هناك حكومة وحدة وطنية وأنه يعني عملية محاولة الإجهاض على الثورة في ليبيا التي تمت بدعم خارجي من بعض الأطراف المعروفة التي أصبحت تشتغل وكأنها همها هو تدمير الربيع العربي أنه هذه فشلت يعني محاولة تدمير ولكن الشعب الليبي دفع ثمنا باهضا وهو الآن يلملم جراحة وأتمنى بسرعة أن نخلص من هذه المصيبة الكبرى التي حتى تعود لليبيا مكانتها وقيمتها ودورها في المنطقة وأيضا بالنسبة لتونس هي فضاء حيوي مثل ما قلت لك ليبيا فضاءنا الحيوي ونحن فضاء الحيوي الحيوي لليبيا ما حقيقة وجود الإرهاب في ليبيا وفي تونس أيضا داعش تنظيم داعش والحرب عليه وحرب الكرامة التي يرفع شعارها الوائل المتقاعد خليفة حفتر الذي عين من قبل البرلمان الذي كان ينعاقب في طبرق قائدا عما للجيش الليبي والحديث عن أن بعض هؤلاء الإرهابيين يدخلون إلى تونس وينفذون بعض العملات الإرهابية وبالتالي لا بد أن يكون هناك نوع من التنسيق الأمني ما بين الجانبين في هذا الإطار تونس عانت من الهجمات الإرهابية في أصعب الأوقات والإرهاب كان سلاح بعض الأطراف التي كانت تريد أن تجهز الربيع العربي في تونس وأدخلت حقيقة البلبلة لكنها في آخر المطاف لم تنجح فيما أرادته في آخر المطاف كتبنا الدستور والدولة بقيت متماسكة والشعب لم ينخرط والبلد لم ينقسم حيث المشروع التخطيطي استراتيجي للإرهاب في تونس فشل أنا دائما أقول الإرهاب في تونس إزعاج وليس خطر بينما هو في بلدان أخرى خطر لأن هناك واقع موضوعي يمكن هذا الإرهاب من أنه يصبح خطر على الدولة وعلى المجتمع لا خطر لا على الدولة وعلى المجتمع حتى مع تيال بعض المعارضين كالإبراهمي وكشكري بالعيد وبعض العمليات في سوسة مفروض أنه لو نجحت مخطط البلد كان يدخل في حرب أهلية والدولة تنهار هذا لم يقع وبالتالي فإن المخطط فشل يعني الدولة بقيت متماسكة الدستور كتبناها الانتخابات قمنا بها الدولة بقيت حيث المخطط استراتيجي فشل لكن للأسف الشديد هذا المخطط استراتيجي في ليبيا وجد ربما أرضا أكثر سهولة للتغلغل وأدى إلى ما نرى قضية الإرهاب بكل وضوح هي منتوج داخلي ناتج عن الفقر والظلم وموجود حتى قبل الثورات العربية أولى العملية الإرهابية التي وقعت في تونس وقعت في أحد بن علي في 2006 هذا لا يجب أن ينسى وأيضا جزء منه مفتعل وجزء منه أجهزة متعددة ومخابرات متعددة وكل القوى التي كانت تريد ضرب الربيع العربي استعملت هذه الآفة لضربنا لكن احنا والحمد لله في تونس متماقت لك عندنا مناعة مناعة طبيعية طبيعة شعبنا أنه منسجم طبيعة دولتنا وهي دولة قوية ودولة مؤسستية كل هذا يجعلنا أنه مهما كانت الضربات الإرهاب موجعة وهي كانت موجعة خاصة يعني في ضربات ضد الاقتصاد ضربات ضد السياحة ضربات موجعة لكن في آخر المطاف نحن قادرون على موجهتها نعم أنتم متفائلون بالحوار الذي يجري بين الأطراف الليبية في الصغيرات المغربية نعم تصريحات بالمهنيوليون تقول بأنه اقترب ربما توقيع على هذا الاتفاق نعم أنا كل المعطيات التي عندي أنا أتابع الوضع هذا الصباح كنت مع بعض الأخوة الليبيين لأخذ آخر تفاصيل كلها تدفع إلى نوع من التفاول خاصة وأنه الليبيين أنفسهم يعني شعرين بضرورة وضع حد لهذه المأساة في منك طلب شعبي لوضع حد لهذه المأساة وأنه كل الناس تقرب إلى بعضها وإن شاء الله يعني تنتهي لكن في الملف الليبي تحديدا تبقى التدخلات الخارجية وخصوصا من بعض الدول الإقليمية هي اللعب الأساسي في هذا الملف هل الآن هذه الدول سترفع يدها عن المشهد الليبي؟ شوف أنت تشير بطبيعة الحال إلى ورقة حفتر يعني كل الناس تعلم أنه النظام المصري والنظام الإماراتي هم من وراءه وهذا الرجل يعني قام بكل ما يمكن أن يقوم به منذ سنة ونصف ولم ينجح والدليل على ذلك أنه لا يستطيع أن يبيت حتى ليلة في بنغازي بحيث أنا أعتقد أن هذه السياسة فشلت في ليبيا وأعتقد أنها ستفشل في كل بكان لأن الشعوب أنا أؤمن بأن الشعوب لها إرادة حتى وأن تقهر أو حتى وأن تضرب في فترة ما تريد فهنا تعيد يعني الزخم زخم المطالب الشعبية في الاستقلال وفي الكرامل لأنه يستطيع أن يكتفه ولا مال ولا مؤامرات ولا شيء ثم نسق تاريخي ونحن ماشيين فيه وهؤلاء الناس يضيعون وقتهم ويضيعون أموالهم نعم على ذكر حفتر طالما أننا تطرقنا بالحديث إليه أعلن قبل ساعات عن بدء عملية تطهير بنغازي كيف تفسر هذا الإعلان في هذا التوقيت الذي اخترب فيه المتحاورون في السخيرات من توقيع اتفاق ينهي الأزمة الليبيا قد تكون رقصة الديك المذبوح لأنه في آخر المطالب في ليس سنة أكثر من سنة وهو يتهدد بتطهير بنغازي لم يطهر أي شيء أنا آسف أن هذا الرجل ما زال يتحرك وما زال القوى التي تحركه وتتحرك لأنه كان بإمكان توفير الكثير من الدم ومن الجهد ومن الوقت ليبيا الآن تحتاج إلى نظام سياسي توافقي مدني ديمقراطي هذا عهد الجنرالات وهذا عهد انتهى وهو منخلفات القرون الماضية صح التعبير ولا بد لليبيا أن تلتحك برك بالشعوب المتحضرة التي لا مكان فيها لمثل هؤلاء الناس نعم لو انتقلنا إلى مصر كيف تتابعون ما يجري فيها؟ مصر أولا يعني بالنسبة لي هناك قفزة إلى الوراء جبارة بالنسبة لأحلام الثورة الثورة كانت ماشى في طريق سوي وسليم مهما كانت المؤاخذات على الأخ محمد مرسي فهي مؤاخذة طبيعية المفروض أنه جاء بالصندوق يذهب بالصندوق أنا جاءت بالصندوق وذهبت بالصندوق يعني كان بإمكان أنه يصير فيه تعطى له الفرصة لكن بالمناسبة يعني ملحظة صويرة حضرتك الرئيس العربي الوحيد الذي استلم السلطة بطريقة ديمقراطية وتركها أيضا بطريقة ديمقراطية والله هذا شرف كبير بالنسبة لي يعني إحنا لابد أن هذا الاستثناء الذي ترى أمامك يجب أن يصبح القاعدة يعني أن يصبح من الطبيعي في كل بلد عربي أن يأتي شخص بالصندوق ورئي ذا بالصندوق ويعني يجب أن نتعلم هذه العقلية وهذه الذهنية الجديدة يعني مش طبيعي أن كل رئيس عربي عندما يفقد السلطة يفقد الحياة أو يفقد الحرية أو يهاجر ليش يعني مش بالضرورة لكن هذه الثقافة إن شاء الله الأجيال المقبلة الأجيال المقبلة يعني تتربى عليها وتصبح بليها بديهية تعليقا على هذه الفكرة ربما هناك من يروج وخصوصا في هذه المرحلة من أن المنطقة العربية ليست مؤهلة لهذه الحياة الديمقراطية وهذا الشكل الديمقراطي الذي نراه في الغرب كيف ترد على هؤلاء؟ أنا أرد بقصة حك أهلي نائب إيطالي مخضرة معاش في الثلاثينيات ولما حكيت لهم قلت لهم أنتم الغربين تقولون عننا إحنا العرب كذا كذا قال لي اسمع هذه القصة قديمة قال يحنا في إيطاليا في الثلاثينيات كانت هناك نظرية الأنجلوساكسون يقولوا إيطاليين غير جديرين وغير مستعدين للديمقراطية لأنهم كاثوليك لأن الديمقراطية دينها هو البروتستانتية يعني هذه الأشياء ممجوجة ومعروفة لا يوجد شعب يحب العبودية لا يوجد شعب يحب الفساد لا يوجد شعب يحب القمع لا يوجد شعب يحب التعذيب هذا كلام فارغ كلام مردود وعلى كل حال إحنا الشعوب العربية جربنا كل أصناف الاستبداد واكتشفنا أن كل مصائبنا كلها جاية من الاستبداد وبالتالي أنه لا نريد ديمقراطية تضمن الاستقرار هذا شيء طبيعي لكن لا أعتقد أن الناس مستعدة أن تضحي بكل ما عندها من كرامة من أجل استقرار هو نفسه استقرار مؤقت لأن هذا الاستقرار المبني على الفساد وعلى الظلم وعلى القمع في آخر المطاف يؤدي إلى انفجارات ونحن رأينا الاستقرار الحقيقي هو الاستقرار الذي تأتي به الحرية والديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد هذا هو أنت تشوف يعني ما هي أكبر الدول الاستقرارة هي دول السكندينبية والدول الأوروبية وليست الدول الديكتاتورية العربية نعم بمزيد من الوقوف أمام المشهد المصري لأن مصر دولة كبيرة وتؤثر على ما حولها من دول المنطقة الآن الحديث هو محاربة الإرهاب في مصر مصر استقرت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أتت بالمشير السيسي وهكذا يقال وهكذا يروج في وسائل العالم المصرية تحديدا كل من يخالف هذا الاتجاه هو إخواني حتى لو كان عروبي قومي كحضرتك أو كليبرالي كغيركم من من يعرضون هذا النهج المستمر الآن هو إخواني منخرط في خطة إخوانية دولية تريد تدمير الدول العربية أنا بالنسبة لي هذا التفكير بداي ومنطق بداي لا علاقة له بالواقع إتماما يعني من هذا النوع من التبرير السهل والبسيط والساذج شوف العلاقة بين الاستبداد والإرهاب هي علاقة يعني التوأمان المجدودان من عظم الصدر يعني الاستبداد بحاجة إلى الإرهاب وهو يخلقه خلقا يخلقه بالفساد ويخلقه أحيانا بالمخابرات مثل في سوريا في آخر مطاف داعش خلقها النظام يعني الاستبداد لكي يجد يعني توازنه وضرورته ضرورته لا بد أن يكون له يعني هذا الفعل الذي اسمه الإرهاب والإرهاب أيضا لكي يوجد لا بد له من استبداد يحاربه بحيث نحن والعرب ضحية هذه الثنائية المدرة أنه هناك استبداد يخلق الإرهاب ويرعاه يعني لما نشوف طرق التعامل مثلا مع البوليس المصري في العنف هذا كله يخلق الإرهاب هم الذين يخلقوا الإرهاب أحسن مكان تخلق فيه الإرهاب ترعر فيه هي السجون لما تمتلي السجون وتكتظ وخاصة تكتظ وتمتلي بالأبرياء فإنك تخلق الإرهاب إذن عندك نظام يخلق هذا الإرهاب الذي يدعي أنه يحاربه وهو يحاربه وكل ما حرابه يزيد يخلق منه وفي نفس الوقت الإرهاب اللي هو هذا الرفض للظلم بطرق مسلحة نحن ندينها لكن هذا هو هذا الواقع يتغذى من هذا الظلم وهكذا تكبر يعني وهكذا نحن يعني العرب نجد أنفسنا بين المطرقة والسندق وهي لعنة حاولنا أن نخرج منها والربيع العربي في آخر المطاف شو هو الربيع العربي؟ الربيع العربي كان ثورة ديمقراطية سلمية شعبية رفضت الإرهاب ورفضت الاستبداد ولذلك تحالف عليها الإرهاب وتحالف عليها الاستبداد باعتبار أنها لو نجحت الثورات العربية وهي ستنجح مثلا مسألة وقت فإن معناها أنه نهاية الاستبداد ونهاية الإرهاب هذه هي المعدة في مصر الآن يعني هناك يعني إعادة نسق لإنتاج الإرهاب من طرف الدولة والدخول في عملية عبثية ستؤدي أخشى ما أخشاه إلى تزايد العنف وهذا العنف بطبيعة حال سيزيد التصلب سيزيد القمع من الحريات ومصر داخل في دوامة لا أدري متى ستخرج منها وإن شاء الله ستخرج منها بأقل التكاليف لأنه ما نراه الآن هو يعني زي ما الإنسان يشحن بركان هذا البركان أفرغ كل طاقاته وحيويته في ثورة 25 يناير والآن نعيد شحن هذا البركان نشحنه نملأه نعده إلى انفجار أقوى ويعني أخطر من تتوقع حدوث موجة ثورية أخرى آه طبعا طبعا لأنه في شحل آخر لأنه نشوف قوانين التاريخية نفسها أنا قلت مرة أنه أنصح الجنرال السيسي بأن يقرأ تاريخ الجنرال في ديلا في الأرجنتين وتاريخ الجنرال بيهنوشي في تشيلي لأنه هو نفس الشيء يعني هذا نفس الجنرالات عسكر يأتون بحجة محاربة الإرهاب ثم يصلتون أخصى قلق خم على شعوبهم ثم يأتي الفساد من تحت ثم شيئا فشيئا يعني ينفض من حولهم كل الناس شيئا فشيئا يعني أفعالهم ترتدوا عليهم ثم في آخر المطاف تعود الموجة الديمقراطية وترحلوا بهم ويجدون أنفسهم أمام المحاكم السيناريو هذا هو ما سيقع في السيناريو المصري تقول للتاريخ لا يكرر نفسها بالعكس التاريخ يكرر نفسها يعني نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتاج مع اختلاف في التفاصيل لا أنا أقول أنه سيكون هي نفس التفاصيل لكن التوجه العام هو التوجه العام وبالتالي ثم شيء عبثي في هذه الأمة أننا لا نتعلم من التجارب لا نقرأ التاريخ نكرر دائما نفس الأغلاط وكأنه شيئا لم يكن يعني كأنه هذا السيسي يعيد اكتشاف قفنون السياسة معروفة كل هذا ما يفعله جرب ألف مليون مرة في كل مكان ودائما النتائج هي نفسها طيب تعلم من النتائج لكن الله غالب يعني لو انتقلنا إلى سوريا نعم اللافت الآن هو هذا الترويج لضرورة ابقاء الرئيس بشر الأسد على سدة الحكم في سوريا الذريعة الحفاظ على مؤسسات الدولة وكيان الدولة من الانهيار آخر تصريح سمع من الجانب الأمريكي الذي كان يعني يتغنى صباحا مساء بأن الأسد فقد شرعيته وبأن لابد أن يرحل وكل هذا الكلام تصريح وزير خارجية الأمريكي جون كاري بأن صحيح لابد على الأسد أن يرحل لكن ليس بالضرورة أن يكون على الفور كيف تفهم هذه التصريحات وما الطبخة في رأيك التي تطبخ ما بين موسكو وواشنطن لحل حلة الأزمة السورية خلينا أقول لك شيء أنا لا يوجد شخص في هذا العالم يعني يعتبر ما فعله بشار الأسد غير يعني لا أخلاقه ولا ما أنا أسميه نيرونة العرب لكن أعطونا أي حل سياسي خلي هذا الشعب المسكين الشعب السوري يتنفس ليقف هذا حمام الدم أعطونا حل سياسي لأنه الآن الموضوع الآن لم يعد لا بشار الأسد ولا زيد ولا عمر الموضوع هو ذلك الطفل الذي غرق في صورته يعني أبكت العالم جميعا وأبكتني أنا شخصيا هذه مأساة السورية يعني سأرخ لها وعذرا لمقاطعة سيادة الرئيس لكن هذه النقطة مهمة وغير ألان كردي هناك عشرات الأطفال ماتوا غرقا أقربهم طفلة أمس عمرها خمس سنوات لكن ربما هذا الطفل كان محظوظا لأن هناك من التقط له هذه الصورة هو رمز لألاف الأطفال نحن نعرف أنه في ألاف الأطفال يعني اليوم ليتوقف هذا حمام الدم ليكون هناك إطلاق النار هذا هو الطلب اليوم وبعدين نحكي في كل المواضيع لأنه هذا الشعب شوف أنا أقول لك شيء الشعب السوري هو بالنسبة لي من أكثر الشعوب العربية حذرا وإنسانية وقيمة والله يجعل منه شعب نبيل استقبل كل المهاجرين استقبل العراقيين استقبل الفلسطينية شواء القصة هذه شوفوا اليوم يترامى في كل البلدان وهو فيه يعني شيء لا يطاق شيء لا يطاق بين قوسين أنا أريده كعربي وبصفة الشخصية أنا أشكر الأتراك لأن إحنا العرب سأتكلم كعربي وجدنا الخير في في هذا البلد ليستقبل ثلاثة ملايين سوري وهؤلاء العرب السوريين لم يجدوا الخير في في بلدان العرب أنا توجهت في في البر الأخيرة بنداء إلى كل الزعمة العرب أنه خذوا كل واحد يأخذ عشرة ألاف عائلة سورية طلبت من الرئيس السبسي أنه يأخذ ألف عائلة سورية شو ألف عائلة سورية هم أربعة ألاف شخص في ألف عائلة تونسية قادرة اليوم أنها ومنها عائلتي أنها تستضيف عائلة سورية قال لك حتى الرد لم رفضوا أن يرد عليه شو قصة يعني هذه المأساة السورية هي مأساة إنسانية مأساة سياسية مأساة العرب وفي لفس الوقت هي أيضا فضيحة للأمة العربية إحنا من حصن الحظ أنه وجدنا يعني في هذا العالم العربي الإسلامي وجدنا شعب كالشعب التركي اليوم استقبل ثلاثة ملايين لاجئ ويرحب بهم أيضا أنا لا أريد أن أتحدث عن المأساة السورية من موقع سياسي فقط أعطونا نهاية أعطونا حل ليتوقف حمام الدم ليتوقف إطلاق النار ومبعد كل شيء نتناقش فيه نعم على ذكر موضوع أزمة اللجوء أشرت إلى أن تركيا تستضيف أكثر من مليونيين سوري فيما أوروبا مجتمعة تختلف على مئة وستين ألف سوري أو نصف عشر الرقم الذي تصديفه دولة كتركية كيف تجد تعامل الدول الغربية دول أوروبا تحديدا التي صدعتنا بالحديث عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وأخاطب الآن المنصف المرزوقي الحقوقي كيف وجدت تعامل المجر تحديدا مع اللاجئين السوريين كيف وجدت تعامل تشيكيا سلوفاكيا الدول التي خرج بعض سياسيها وتحدثوا أحاديث عنصرية دينية غير مسموح للمسلمين نقشة على مسيحية أوروبا كل هذا الكلام كيف تنظر إلى ذلك؟ شوف أنا نحن بذكر كل يحنا توانسا يعني شعب مليونيون ناسا ما تقريبا استقبلنا مليونين لاجئ ليبي واستقبلناهم بالأحضان في الجنوب فتحنا لهم بيوتنا وفتحنا لهم قلوبنا والأزمة مرت بسلام يعني الكثير رجعوا الكثير منهم المستقرين ويعني هذا الموضوع لم يطرح لنا إشكالا كبيرا في نفس الوقت أوروبا كانت تشتكي من عشرة ألاف ثلاثين ألف تونسي يعني هاجروا بعد الثاني يعني فيه فعلا تشعر بالمرارة لما تشوف الحجم الحقيقي لأنه في آخر المطاف من يستضيف السوريين لا ترك اللبنانيين الأردنيين بمئات الألاف حتى بلدان البلدان العربية حتى مصر مستضيفة تقريبا مئة وستين ألف سوري يعني والغربيين أصبحت تشكل لهم قضية بين قوسين فيه اختلاف في الدول أنا مثلا موقف لا أقول المجر وأنا ما أقول موقف أوربان شخص اللي هو رئيس الحكومة موقف مشين بكل المقيس خاصة أنك عندك لما تعرف التاريخ أنه في 1956 1956 خرجت عشرات الآلاف من المهاجرين المجر واستقبلهم في أوروبا ولم يغلقوا أمامه الأبواب أنا أعتبر أنه موقف يعني مدام ميركل يعني موقف مشرف جدا أنه فتحت أبوابها وألمانيا أيضا أعتبر أنه موقف مشرف أيضا للمجتمعات المدنية الغربية أيضا التي غلبت حس الإنسانية على حس هذه الانصورية لكن فعلا ما نراه أيضا شوف هذه الأزمة نرى أبشع ما في الإنسان وأحسن ما في الإنسان في نفس الوقت أحسن ما في الدول وأبشع ما في الدول كل شيء مبسوط الآن على الله يعني من حسن الحظ أنه رغم كل شيء وجود تركيا وجود هذه البلدان الحاضنة خففت شوية من المأساة لكن مرة أخرى القضية الأساسية هو وضع حد لهذه المأساة وقف إيقاف هذه الحرب اللعينة وقف إطلاق النار نفس الشيء في اليمن حتى اليمن فيه هناك مأساة كبيرة يعني غير منظورة لكن الوضع في عدن الوضع في مأرب الوضع في تعز يعني وضع مأساوي حقيقة كفوا عن هذه الحروب العباثية وقف إطلاق النار بداية البحث عن حلول سياسية وإن شاء الله هذه التجارب بين قوسان الدموية آخر من أعيش في عالم العربي نعم سيدة رأس أنا أتحدث الآن إلى المنصف المرزوقي الرئيس السابق كان على رأس دولة نعم كل من يقف الآن ويطالب بالإبقاء على النظام السوري يرفع شعار نحن نحارب الإرهاب ونحاول حماية الدولة السورية برأيك هل الثورة ضد الدولة يعني الكلمتان متضضتان لا يجتمعان طبعا لا وما المفهوم بالدولة يعني التي يراد الحفاظ عليها في سوريا تحديدا شوف أنا أنا كثيرا ما أسمع كلمة أن هذه الثورات العربية لم تأتي لنا إلا بالمصائب أتت لنا بالحرب أتت لنا بالقذارة بالبطالة هذا الكلام تسمعه في كل مكان طيب لكن السؤال الذي يجب أن يلقى هو من أتلك بالثورة في آخر المطاف هذه الثورة هي نتيجة سياسات من أتلك بهذه الثورة لماذا قامت الشعوب لماذا صارت هذه الفوضى لي أسلوب فيهم يعني أسلوبنا نظامنا العربي في سوريا في تونس في مصر كذا مبني على قاعدتان الفساد والقمع يعني استبداد مبني على الفساد والقمع هذا الفساد والقمع هو الذي دمر الدولة الثورة لم تدمر الدولة من دمر الدولة هي هو الاستبداد الاستبداد هو الذي دمر روح الدولة دمر مفهوم القانون مفهوم المؤسسات التي تخدم المجتمع بحيث يعني ضربها في روحها المعنوية في أدائها الوظيفة في كل شيء ثم جاءت الثورة لتحتج على تدمير الدولة والثورة في تونس أو في مصر مفروض أنها كانت تريد إعادة الدولة للمجتمع حتى تصبح هذه الدولة يعني المؤسسة الأمنية تقوم بخدمتها الطبيعية المؤسسة القضية بخدمتها الطبيعية المؤسسة الاقتصادية يعني بالعكس الثورة هي احتجاج على ما وصلت إليه الدولة من ضعف من تراهل من فقدان الأخلاق فقدان الفعالية لإعادة بناء الدولة الاستبداد هو الذي دمر الدولة وليس الثورة ويعني من يدمر الدولة الآن في سوريا هو الأسد يعني هو يعني لو قبل في تلك الفترة التي احنا تتعرف أنه احنا جمعنا أصدقاء سوريا في 2012 وانا ذاك توجهت بخطاب قلت لهم إياكم وإياكم من التدخل العسكري وإياكم وإياكم من تسليح الثورة لأن هذا سيؤدي إلى كارثة لو في تلك الفترة لو تصور يعني الخيال خلينا نحلم أنه في تلك الفترة لم يقع هذا وصار فيه وفاق دولي حول عدم تسليح المعارضة وعدم التدخل العسكري والضغط على بشار الأسد لكي يرحل الدولة السورية كانت تخرج بسلام سوريا تخرج بسلام والآن رأي الدولة السورية عادة تنظيم نفسها بوفق الديمقراطية وفق حقوق الإنسان وبالتولي تصبح دولة متطورة لمن دمر الدولة مرة أخرى هو بشار الأسد نعم لكن هناك بعض الدول العربية الآن ومن كان منها مرة بالربيع العربي أعني مصر وتونس تهديدا الأنظمة الحاكمة الآن ربما تعيد العلاقات مع بشار الأسد ربما تريد إعادة تأهيله من جديد فتحت السفارات بين هذه البلدان بعضها وبعض من لم يفتح سفارته بعد أو لم يرسل سفيره بعد هناك اتصالات هو نفسه تحدث في آخر مقابلة تلفزيونية وقال تحديدا مع النظام المصري هناك يعني اتصالات حتى في عهد الرئيس محمد مرسي كان بينه وبين بعض المؤسسات هكذا قال بعض المؤسسات التي كانت تعترض على قطع العلاقات مع سوريا التي أعلنها وقتها الدكتور محمد مرسي وهذه الاتصالات ما زالت مستمرة ومصر وسوريا تقفان في خندق واحد ضد الإرهاب وكل هذا الكلام الأنظمة العربية التي تحاول الإبقاء على بشار الأن لا أحدث عن أمريكا ولا روسيا ولا إيران حتى نتكلم عن الدول العربية كيف ترى هذه المواقف هو مثلا في العلاقة ما بين النظام المصري والنظام سوري الأمور يعني لا تستغرب لأنه هذا نظام استبدادي وهذا نظام استبدادي يعني في تونس مفروض أنه مفروض أنه لا مفروض أنه تونس دولة مدنية ديمقراطية مبنية أيضا تؤمن بحقوق الإنسان لا تتعامل مع هذا السفح المضحك في الأمر أنهم يعترفون بشخص الآن لا يحكم إلا 16% تقريبا من أراضي السورية وحتى عاصمته لا يستطيع أن يتجول فيها ويعني فيه نوع من العبث بالاعتراف بشيء يكاد يكون غير غير موجود لكن مرة أخرى يعني لا نستغرب أنه النظام العربي القديم هو وحدة متماسكة يعني مبني على نفس القيام بين ضفريا على نفس التصرفات وبالتالي يحن إلى بعضه البعض ويتآل مع بعضه البعض وفي المقابل هناك القوى الجديدة والديمقراطية القوى الثورية السلمية وهذه بطبيعة الحال لن تقبل أبدا بأن يكون هذه المصالح المرتبطة لأنها في أخر مطاف موجهة ضد كل الشعوب نعم لننتقل إلى اليمن وهي أيضا نموذج لتدخل غير عربي في الشؤون العربية نعم كيف تتابع الأزمة اليمنية وكيف غيرت عملية عصفة الحزم التي شنتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إعادة الأمور بعض الشيء إلى نصابها في اليمن شوف اليمن يعني اليمن مرت بنفس المرحلة التي مررنا بها نحن أي أنها قامت بثورة سلمية وربما المهم في الأمر أن من قام بهذه الثورة من قام بهذه الثورة السلمية هو شعب مسلح خلافة لتونس نحن ولسنا شعب مسلح هذا شعب مسلح قام بثورة سلمية وهي أمر نادر هذا الشعب الذي كانت له الشجاعة والذكاء أن يقوم بثورة سلمية ووجهة بمحاولة انقلاب من طرف هذا عودة النظام القديم عبدالله صارح وهو كارثة ومصيبة على اليمن مثل ما يمكن أن نقول أنه بشار الأسد كارثة ومصيبة على سوريا عاد بكل قواه الآن ليدمر هذا المشروع لكي ينتقم منه انتقاما شخصيا وهذا كلامه هو هو يريد الانتقام ممن أزحوه من السلطة لأنه بالنسبة له قضية ليست قضية ثورة والشعب هي قضية أن هذا شيء أنا أملكه وأخته مني لا بد أن ترجعوه إلي عقلية بدائية جدا عقلية ما قبل القرون الوسطى السلطة ليست شيء أمتلكه السلطة هي وظيفة طبيعية لأحل مشاكل المجتمع ثم أتركها وأذهب السلطة هي مغنم يأكله بأسنانه طيب الآن هذا الرجل ومن معه هؤلاء الحوثيين يعني يشكلون جبهة ثورة مضادة مرة أخرى القضية بالنسبة لي وهنا يتواصل الرئيس والحقوقي لأنني أنا عمري مارست السياسة دون هذه الخلفية الحقوقية أنه خلاص يجب هذه الحربة أن تنتهي يجب أن يجلس الناس يجب أن ناذم الحوثيين يعني يتركوا سلاحهم ويصبحوا حزبا سياسيا وأن يدخلوا اللعبة السياسية خاصة وأنه اللعبة السياسية يعني أنتجت كان هناك حوار راقي في اليمن أنتجها الدستور زينا نحن في تونس بالضبط وكانوا على يعني قاب قوسيني أو أدنى من إقامة الانتخابات اللي قمنا بها نحن في تونس وكانت يعني اليمن ضيعوا كل هذا الوقت وهذه الدماء لكن الآن يجب العودة إلى هذه النقطة يجب العودة إلى الحوار يجب العودة إلى طاول المفاوضات يجب على هذا الحوثي أن يترك سلاحه جانبا لكن يجب أيضا على الطرف الآخر المتدخل وهو الطرف الإيراني أن ينسحب وأنا ذلك أعتقد أن الطرف السعودي أيضا يمكنه أن ينسحب يعني لما اليمنين يجلسوا ويعيدوا لحمة ببناتهم فمن مصلحة كل الأطراف الخارجية أن تبعد وأن تترك المسألة اليمنية لليمنيين نعم سيدة الرئيس كيف تنظرون إلى السياسات الإيرانية تجاه بعض البلدان العربية سوريا لبنان العراق اليمن شوف أنا شخصيا كنت يعني بقدر ما كان عندنا نوع من التعاطف مع الثورة الإيرانية لما بدأت يعني بقدر أيضا قلت دائما وابدا وهذا حتى وأنا رئيس في تونس أنه من حق إيران أن تمتلك المعرفة والعلم دون ذهاب إلى صناعة سلاح النووي لأنه سلاح النووي يكارث على الجميع ولسنا بحاجة إلى مزيد منه مشكلتنا هو أن نطلب من إسرائيل أن تتخلى عن ترسانتها النووية وليس نحن وأن نضيف إليها عرب أو مسلمين ترسانة نووية ضد ضد أي شيء يؤدي إلى يعني التسلح النووي لكن رغم هذا كنا مع الإيرانيين في حقهم في امتلاك المعرفة والتكنولوجيا لكن بقدر أيضا ما شفنا أنه الإيران تلعب دورا متعاظمة السلبية في بلداننا العربية في العراق خاصة في سوريا والآن في اليمن وأعتقد أنه هذا ليس نذيرا خير لأنه كل هذه المنطقة لا يمكن أن تعرف السلم والتقدم إلا بتوافق لأمم الثلاث الكبرى اللي هم الأمة العربية الأمة التركية والأمة الإيرانية اللي هي الأمم الثلاث المقيمة للحضارة الإسلامية وأنه كل ما يؤدي إلى صراع بين هذه الأمم بين قوسين الأمة الكردية الموجودة محشورة بين هذه يعني هؤلاء الفيلة صح التعبير هذه الفيلة الكبار يعني أنا أيضا أتعاطف مع القضية الكردية وأتمنى أن تجد يعني يجد بالأكراد مكانهم في يعني في مجتمعات ديمقراطية السلمية تتخرج عن القومية الضيقة عن المنطقة المغالبة لكن للأسف الشديد أنا الآن السياسة الإيرانية تذهب في هذا الاتجاه بل بالعب أنا أراها تذهب في اتجاه كأنها عندها تقليص النفوذ العربي الدخول إلى منطقة يعني مش معقول أنه إيران تكون موجودة بكيفية محتلة في أربعة عواصم عربية هذا الشيء اللي أقبل تالي فأني أتمنى أنه القيادة الإيرانية تعيد صياغة موقفها خاصة في سوريا لأنه إحدى أسباب تواصل المأساة السورية هو هذا الدعم لنظام مفروض أنها كانت تضغط عليها على الأقل لكي يقوم ببعض الإصلاحات أو لكي يتوقف عن بعض المجهز نعم سيدة الرئيس لك أيضا تصريح قبل يومين دعوت فيه إلى حل جامعة الدور العربية لماذا؟ أنا طلبت هذا في القمة الآخر قمة يعني حضرتها كانت في في الدوحة أو في الكويت في الكويت وقلت أنه هذه الجامعة العربية انتهت مدة صلاحياتها يعني هو طعام ينتهي في مدة صلاحيات اللبس في مدة صلاحيات مؤسسات عندها مدة صلاحيات هذه المنظمة لا تلعب أي دور وإنما تغطي على العجز العربي أنت تشوف مثلا أوروبا ليس فيها جامعة أوروبية في اتحاد أوروبي إفريقي ليس فيها جامعة إفريقية فيها اتحاد الأمريكا اللاتينية ليس فيها يعني هذه قصة الجامعة موجودة كان عندنا أحنا لتغطي على توقف المسار الاتحادي المفروض أن يوجد في كل بلدان العالم يعني وبالتالي فهي مؤسسة مجعولة للتغطي على العجز ثم أنها مؤسسة لا تعمل شيئا أنا مثلا لا أفهم على الأقل من ناحية المعنوية أنها كانت يعني تدعو إلى قنة عربية ستنائية فيما يخص اللاجئين أو تدعو على الأقل إلى اجتماع وزراء الصحة والضمان الاجتماعي لبحث كيفية كيف يستطيع العرب أن يعينوا أكبر عدد ممكن من اللاجئين ولا شيء يعني وبالتالي شوف أنا بالنسبة لي هذه الجامعة العربية غير موجودة فعلا وواقعا بس اجتمعوا كذا ويجب أن ننساها وأن نخرجها من أذهاننا حتى لا تغطي على الغياب الحقيقي لمؤسسة عربية مشتركة التي يجب أن تبنيها الأجيال المقبلة يعني في ظرف التفكك والصراع والحرب إلى آخر الآن موضوع غير مطروح لكن ستأتي مرحلة البناء نحن الآن في مرحلة التدمير إحنا زي البركان الذي ينفجر لابد أن تنتظر حتى يعني ينتهي الانفجار ثم بعدين تبدأ الزراع على السفح وأنت تعرف أن البراكين هي تأتي بأجول الأراضي مسألة البناء ستأتي عاجلا أو عاجلا بعد عام بعد عشر سنوات ما هي عشر سنوات في تاريخ الأمم ستأتي مرحلة البناء وأن ذلك يجب أن نستطيع بناء دول العربية ديمقراطية وأن نعيد بناء الفضاء العربية على أسس جديدة من بينها الاتحاد العربي على شكلة الاتحاد الإفريقي أو على شكلة الاتحاد الأوروبي ثم ننسى هذه قضية الجامعة العربية نشكرها على خدماتها الغير جليلة التي لم تقم بها طيلة سبعين السنة ثم ينتهي الموضوع نعم دكتور هناك قضية أيضا مهمة للغاية لا نستطيع أن نغفلها فيما تبقى من دقائق وهي مسألة المسجد الأقصى وما تعرض له دعا لماذا في رأيك تصعد إسرائيل من اعتداءاتها وممارساتها بحق المسجد الأقصى والقدس بواجه عام خلال هذه المرحلة من تاريخ الأمة العربية وكيف ترى بعض من يوصفون بعلماء الدين في بلداننا العربية وينتسبون إلى مؤسسات دينية كبرى كالأزهر الشريف يتحدثون عن أن الأقصى ليس ملكا للمسلمين وحدهم وليس فرضا على المسلمين وحدهم أن يدافعوا عنه ويسوقون أدلة غريبة الشكل يقولون بأن الأقصى لم يكن في عيد المسلمين وإنما كان في عهد المسيحيين وكأنه يعني لو بالقياس فبيت الله الحرام لم يكن في يد النبي صلى الله عليه وسلم طيلت ما يقرب من 21 عام 13 سنة في مكة أو 8 حتى الفتح فمعنى ذلك أن أعيده إلى مشرك قريش لا أريد التعليق أو الوقوف أمام تصريح بعينه لكن أريد أن أقف على رأي حضرتك في القضية بواجه نعام رأيه هنا في حالة التفكك العربي الآن وأنه انهيار سوريا انهيار العراق انهيار ليبيا الوضع في مصر إلى الآن يعني إسرائيل تدفع بكل أوراقها ومن جملتها يعني ما ما تريده من مخطط من مخطط عام لقضية الأراضي قضية المستوطنات أيضا ومن قضية المسجد الأخصى هذا كله يجب أن تضعه في صورة يعني التوسع والقضاء أيضا على مشروع الدولتين يعني لابد أن تضع القضية هذه تضعها في مشروعها وهو أنه شيئا فشيئا وهذا هو الخطر الأساسي هو أنه مشروع الدولتين دولة فلسطينية ودولة ودولة إسرائيل ثم اقتسام القدس ثم بقاء الوضع وضع المسجد الأقصى على حاله وهو ربما كان يكفل نوع من السلام كل هذا السيناريو بصدد السقوط في الماء نظرا للتطرف تطرف هذه الجماعات التي تدفع سواء في قضية الأقصى أو في قضية المستوطنات إلى الهاوية ويعني مستقبل قضية السلام في هذه المنطقة يعني مستقبل محفوف بالأخطار هذا الأمر متوقع من الكيان الإسرائيلي لأنه كان يحتلال لكن منا نحن كعرب كمسلمين من أبناء جديدتنا الذين يتحدثون بمثل هذا الكلام الذين يريدون إطفاء أي جذوة لرغبة في مناصرة الأقصى بأي شكل من الأشكال أو مناصرة القضية الفلسطينية أو مناصرة المقاومة الفلسطينية من يريدون تشويه وتدمير هذه الثوابت التي تربت عليها أو تربت عليها أجيال من العرب والمسلمين ما هدفهم في رأيك؟ ما الاستغراب من هذا يعني عندما هذه الجماعات يبررون الاستبداد يبررون قتل المسلمين يعني أنا سمعت تقارير يقشعروا لها البدء يعني التصريحات لعلماء بالأزهر في قضية يعني رابعة في قضية يعني النهضة في قضية في قضية هؤلاء اللي أقتلوهم يتحدثون عن المسلمين عنهم يعني فضيحة أنا بالنسبة لي فضيحة شوف هذن وعاض الصلاطين أو وعاض المستبدين أو رجال الدين للمستبدين هم يعني كارثة على المستبدين لأنهم ينصحوهم نصيحة خطأ وكارثة على الدين وكارثة حتى على أنفسهم يعني لا أريد أن أعلق لأنه فعلا شيء لا يستهل التعقيد نعم أخيرا سيادة الرئيس ربما هذا آخر ما كتب كتاب اسمه ننتصر أو ننتصر من أجل الربيع العربي نعم دكتور محمد المنصف المرزوخي وقام بتقديمه دكتور عزمي بشارة نعم ما هو طريق الانتصار في رأيك من أجل تحقيق أهداف الربيع العربي واشوف وقت لتقول كلمة ننتصر أو ننتصر في من يسخر أن يقول طيب أنت كتبت هذا ثم هزمت في الانتخابات ماذا يعني الناس لا تفهم معنى ننتصر أو ننتصر يعني أنه إحنا لابد أن نتغلب على شياطينا الذاتية لابد أن نتغلب على فرقتنا لابد أن نتغلب لأن هذه هي سنة الحياة وبالتالي يجب أن يكون مشروعنا هو الانتصار وليس الهزيمة دائما نحن في خدمة الحياة وليس في خدمة الموت وقضية الانتصار بالنسبة لي هي قضية معنوية أنه الآن في هذه المرحلة التي يراد فيها إحباط العرب وتثبيت عازمتهم وتحقيرهم والتركيز على أنهم في حالة تدمير دون أن يعلموا أن بعد مرحلة التدمير ستأتي مرحلة البناء أنا مهمتي كمثقف وكرجل سياسي هو بالعكس أنه يعني وضع الأمل يعني فتح الآفاق شحذ العزيمة لأنه هذا هو المطلوب إذا تريد أن تخلق وإذا تريد أن تبقى حيا نعم في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتك جزيلا سيادة الرئيس محمد المنصف المرزوق رئيس الجمهورية تونسية السابق شكرا جزيلا على هذا اللقاء شكرا بارك الله كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في الختام أنكر لكم تحياتي وتحيات فريق العمل بالبرنامج وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا